اشتركوا في القناة لا شك أننا يوم عن يوم نحاول نركز على الغضايا الاجتماعية ولكن ثقوا تماما بأن دائما سندنا هو القرآن والسنة من خلالها نأخذ الغضية وعلى أثر هذه الغضية ننغشها مع إمام مخطيب أو ننغشها مع شخصية عامة كل هذه الأمور يكون مختصة في البرنامج الذي من خلاله نحاول نوصل الرسائل إيجابية اليوم وضع حلقتنا سأتكلم عن عاقبة الظلم باسمكم مشاهدين الكرام الرحب بعضو هيئة تدريس منتدب إمام مخطيب زارة رغاف الدكتور نواف إسرعي هياك الله شيخ وأنا سأيت في لقائك الله فيك دكتور وأنا أسعد شيخ نغالي دائما مميز في طروحاتك وفي أيضا برامجك التي أنا أستمتع فيها وحدة من برامجك أن تكون مع الله أو مع الله صحيح مع الله شيخ نغالي مثل ما أنت عارف والآن نحن مع الله إن شاء الله ربنا معنا يا رب شيخ نغالي لا شك أن عنواع حلقتنا تتكلم فيها عن عاقبة الظلم لا شك أنها عاقبة الظلم سيئة عاقبة الظلم لها أنواع لها صور أيضا لها أدلة بداية شغالنا بمقدمة عن عنوان الحلقة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بداية الشكر موصول لك دكتور الأخوة القائمين على هذا البرنامج مبارك بعد شكر الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرم أن يوفقنا وإياكم للطاعات ويجنعنا الذنوب والمعاصي والسيئات إنه لذلك والقادر عليه لا شك ولا ريب ولا يخفى علمك الشريف دكتور أن المسلم في هذه الحياة الدنيا يتجنب ظلم نفسه ظلم العباد ظلم أولاد ظلم الخدم حتى يلقى الله عز وجل وهو عنه رب ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى هذه العاقبة وهي الظلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما فتح مكة لم يظلم ولما حكم بين الناس لم يظلم عليه الصلاة والسلام وهذه سنة الأنبياء من قبله ولذلك سرى على هذا المسلك وعلى هذا الطريق الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين ولذلك المؤمن يحرس كل الحرس على هذا الأمر ولذلك الله عز وجل يقول والله لا يحب الظالمين فإذا قال الله لو لم يذكر الله عز وجل في القرآن إلا هذه الآية أنه لا يحب الظالمين والله لكفت ولذلك المؤمن يحرس كل الحرس على أن يتجنب طريق الظلم والظالمين ويهتم بأمر إصلاح نفسه وأن يكون صادقا مع الله عز وجل وأن يكون بينه وبين الله خبيئة كذلك يكون بينه وبين الله عز وجل يعني عمل لا يعلم به وأن الخبيئة لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى وما تدري لعل ربما تكون حسنة واحدة أو كلمة واحدة أو ربما برنامج دكتور برنامج من البرامج كل اللهم المباركة هذه برنامج واحد يكون سببا في دخولك الجنة نص الله يعني الجنة وعيدنا من النار ولذلك المؤمن إذا وقر في قلبه هذا الأمر أنه ربما تكون حسنة واحدة يعني تدخل صاحبها إلى الجنة ويسعد بعدها لا يشقى بعدها أبدا إذا وقر هذا في قلبه فإنه يحرص كل الحرص على أي عمل يقوم به أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن تكون عمالنا كلها خالصة لوجه الله شيخ مغالي من خلال المقدمة التي ذكرتها لا شك أن بداية قبل لا أبدأ بالمحور الثاني من البرنامج أبي رسالة شيخ مغالي لكل شخص يجب أن يفهم بداية الظلم قبل لا يطلب نعم لا شك أن الظلم حذر منه الله عز وجل في القرآن الكريم وجاء تحاديث كثيرة في تحريم الظلم ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فالله عز وجل هو حرم الظلم على نفسه فقال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا فهذا نهي صريحا بائن من الله عز وجل أن الظلم حرمه الله عز وجل ولذلك من باب أولى أن يكون العباد يحرمونها على أنفسهم سنأتي بعد قليل أنواع الظلم عاقبة الظلم نهاية الظلم فلذلك المؤمن رسالة من الرسالة التي نوصلها في هذا البرنامج المبارك أن المؤمن لابد له أن يبتعد كل البعد عن الظلم ولذلك لو تصفحنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الظلم ومن أنواع الظلم أنه لما أتوا يشفعون إلى رجل من الصحابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام وحسبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظلم قال عليه الصلاة والسلام والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فهذا جزء من أنواع الظلم أنه يصفى عن هذا لمكانته في المجتمع وذاك الضعيف لا ينظر إليه فهذه مصيبة ولذلك يذكر جابر بن عبد الله حديث رواه بن ماجة وحسنه بعضها العلم يقول لما رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أهل البحر مهاجرة البحر لما ذهبوا إلى بداية السلام إلى الحبشة فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثونني بشيء رأيتموه في أرض الحبشة وتعجبتم منه يقول فقال فتية منهم الذين رجعوا قالوا يا رسول الله كنا جلوس فمرت علينا عجوز وعلى رأسها كلة من الماء يقول فجاء فتاة فضرب ظهرها بيده حتى سقطت العجوز وسقط الإناء وانكسر يقول ثم قامت تلك العجوز فنظرت إلى هذا الفتى فقالت كيف بك إذا وضع الله العرش وجمع الله الأولين والآخرين وجمع الله الأولين والآخرين تقول فقال النبي عليه الصلاة فقالت بعدها وجمعت أنا وأنت إلى الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت صدقت والله لا يفلح قوم وفي الواقع لا يقدس أمة لا تأخذ حق ضعيفها من قويها ربحان الله وهذا يعني يصور لنا أن المؤمن لا بد أن ينصر الضعيف لا بد أن ينصر المظلوم ولذلك ما سقطت المجتمعات ولا ذهبت الأمة إلى الهاوية وإلى التهلك إلا لأنها لا تنصر ضعيفها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر كل الحذر من هذا المنسل نعم شيخ الغالي من خلال هذه الصور التي ذكرت هل هناك صور أخرى بالغرآن موجودة عن العاقبة يعني كثير الصور الظلم منها قصة فرعون مع قومه هذا ظلم وأشده ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الله بعض الناس سبحان الله يعني يريد أن ترى بعينه صحيح وأن تسمع بأذنه وأن تتكلم بلسانه وأن تمشي برجله صحيح هذه قائمة موجودة إلى وهذه يعني سبحان الله طريقة فرعونية نقيمها القرآن عز وجل ما أريكم قول فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ولذلك من أشد القصة التي جاءت في الظلم وأنواعه ذم الله عز وجل الظلم هي قصة فرعون يعني بالعامية نقول شنو بعدها لما قال أنا ربكم الأعلى هذا من أشد أنواع الظلم يقول أنا ربكم الأعلى ومع ذلك فتجلى رحمة الله عز وجل قال لموسى وأخي اذهب إلى فرعون فقول له قولا لين شوف قول لين سهل فيه رقة لذلك النبي الله عز وجل لا يريد أن يعذب العباد الله عز وجل لما خلق الخلق لا يريد أن يعذبهم إنما أراد الله عز وجل أن يعبدوه على ما أراد ثم يغفر الله عز وجل لهم ثم يدخلهم الجنة ولذلك أنواع أيضا الظلم منها أو صور الظلم منها قارون منها مثلا قصة يوسف أحسنت شاهدنا نوقف عند هذا الحد نأخذ فاصل بعدها مشاهدين كرام فاصل غصير بعدها نزه الله تعالى نفسه عن الظلم في آيات كثيرة قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وقال تعالى وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وقال تعالى وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا من جديد حياكم والله ومشاهدين الكرام يا حلا مرحبا فيكم والساعة مباركة تابعونا عبر شاشة كرا وعنوان حلقتنا تكلم فيه عن عاقبة الظلم دكتور نواف الجزء الأول أخذنا فيها مقدمة عامة عن الظلم والله جزاك خير ما قصرت فيه بعض القصص التي ذكرت عن رسول صلى الله عليه وسلم وأيضا ذكرت كيف كان ينصر المظلومين الآن شيخنا الغالي نريد أيضا بعض الصور التي تكلمنا فيها قبل الفاصل تكلمنا عن صورة عن فرعون وأيضا الآن نريد تكلم عن يوسف عليه السلام لا شك أنه أيضا صور خاصة عن الظلم لذلك من أنواع الظلم التي ذكرناها أو من صور الظلم ذكرنا قصة فرعون ثم نبهنا على قصة قارون وما حصل له أيضا قصة يوسف عليه السلام من أنواع الظلم قبل يوسف نذكر يعقوب أبيه لأنه ظلم بأنه أخفي عليه أمر حقيقي ومثل له بأمر آخر لما قيل أنه يوسف أكله الذئب وهو لم يأكله ولذلك ذئب بريء من دم يوسف نعم من هذه الفاعلة نعم ولذلك لما تطرق إلى صورة يوسف أن يعقوب ظلم ظلم وهو بفقد ولديه بفقد الأول يوسف وأخيه الآخر لو تطرقنا إلى يوسف نفسه عليه السلام أنه ظلم في بيع بيع لأهل مصر بدراهم معدودة أيضا أنه سجن وهذا من أنواع الظلم ومع ذلك صبر ولذلك قال الله عز وجل على لسان يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله يوسف بن يعقوب لو لم يقل هذا الدعاء لخرج من السجن ولكنه آثر السجن على هذا الأمر وهو الفحشة ولذلك هذا من أنواع الظلم أيضا من أنواع الظلم قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز أيوة مع امرأة العزيز أحسن غيرها من الصور أيضا من أنواع الظلم ظلم النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم أي نعم من أنواعه أيضا من الأمور التي ينبغي تطرق إليها هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته قيل عنه مجنون وساحر وهذا من أنواع الظلم قرد من بلده وهذا من أنواع الظلم شجر رأسه وهذا من أنواع الظلم كسر ثانية وهذا من أنواع الظلم يعني قيل عنه كذاب وشاعر ومجنون وساحر ومع ذلك لم ينتبه يعني ينتبه أو لم يلقي لهذه الأمور بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ظلم في هذه الأمور ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما هو أعلى من هذا ما هو أرقى من هذا وهو إخراج هؤلاء من الظلمات إلى النور شيخ الغالي أيضا على هذا الموضوع لما أنت قفلت أن خروج العباد من الظلمات إلى النور موقف في الطائف أحسنت لما طلعوا هم يعني الدكتور لا يخفى على علمك شايف أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان يريد أحدا يناصره كان يريد أحد يسانده بعد أن توفي زوجه خديجة وبعدها بأيام توفي عمه ولذلك قيل قال أهل السيار أن بينهما ثلاثة أيام فهذه مصيبة فقد الأمن الداخلي خديجة وفقد الأمن الخارجي صحيح أبو طالب ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عايش لما قالت قال إني لقيت من قومك ما لا ألقى أو ما يعني شيء يعني ثقيل قال لما ذهبت إلى الطائف أعرض عليهم نفسي يعني الدين والإسلام يقول فلما فقبلت بالرفع فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمى بالحجارة النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبياء يرمى بالحجارة حتى يعني الدم يخرج من قدميه يقول فأصابني من الهم والغم فلم أفق إلا وأنا بوادي الثعالي يمكن تقريبا تسع كيلو يمشي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري أين يمشي من الهم يقول فما أنا إلا بجبريل في السماء قال إن الله سمع قول قومك لك وقد أرسلني أنا وملك الجبال فإن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين وهو جبلين بين الطائف قال إذا أردت أن يطبق عليهم الأخشبين ففعل فتجلت رحمة النبي عليه الصلاة والسلام للتو أرد للتو أوذي من الصغار والخدم يرمونه في الحجارة ويقول أنهم كذاب وشاعر ولذلك تجلت رحمة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر فقال لا لعل الله يخرج من أصلابهم أقوام لا يشركون بالله شيئا ويعبدونه سبحانه وتجلت هذا وتحققت هذا الأمر شهر الغالي بس أنا خارج عن موضوع الحلقة بخصوص قصة يوسف عليه السلام نعرف النبي أن الكائنات الحية التي تظلم مثل الإنسان أو الحيوان لكن في هذه القصة شيخنا الغالي وفي هذه الصورة القميص شيخنا الغالي في ثلاث مواقف سبحان الله صاحب اتهم القميص في أمر هو ما لدم فيها نعم القميص الأول اتهم بقتل يوسف نعم يعني سبحان الله بداية القصة قميص ونهاية القصة القميص نعم وهو أيضا في نصف القصة ترى لما احسنت صح ولذلك القميص الأول الذي هو أنه يوسف أكله الذئب فأتوا بهذا القميص إلى أبيهم القصة الثانية التي في نصف الصورة أنه يعني وهمت به وهمت بها لو لا أنت رأى برهان ربه نعم صحيح ولذلك الذي بينه بين العزيز نعم إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذب وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق حتى بعض القراء يقول الأصل انتقف فكذبت وهو من الصادق حتى تؤكد أنها كذبت للمستمع وفي نهاية القصة اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي فصيرا هذه القصة وقصة يوسف هي من القصص التي نزلت جملة واحدة كاملة هذه من القصص التي نزلت جملة واحدة وقيل أنها نزلت بعد وفاة خديجة وأبو طالب ومن أسبابها والآياء ومن إرشادات الصور أنها كأنها فيها يعني تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر قديما قبل ستة أو خمس سنوات خطبت خطبة وما علاقة قصة يوسف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فربطتها من مواضع أول مواضع هو خروج يوسف من بلدته من أبيه وهي خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فربطت هذه بهذه الأمر الآخر فقد أبويه يعقوب يوسف فقد أبويه كذلك ربطتها بفقد أبويه كيف فقد أبويه أيضا من الأمور التي تربط هذه العلاقة بالعلاقة الأخرى بعلاقة يعقوب بيوسف أنها كما قلنا أنها نزلت جملة واحدة لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنها نزلت بعد وفاة زوجه وعمه وكأن الله عز وجل يقول إن أصابك يا محمد ما أصابك الآن فقد أصاب النبي يعقوب والأنبياء من قبل من البلاء والأدى ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما نزلت هذه الصورة كأنه ثبت الله عز وجل قلبه على هذه حتى الغصة يمكن أننا شوي خرجنا عن موضوع حلقة ولكن مستفيد منها بأن هذه غصة فيها عبر كثيرة وفيها أيضا يعني دراسات عديدة بأن أيضا تعطيك يعني دفعة معنوية بأن شوف الحال شلون بدأ وشلون ختم من يعني رجل يباع في السوق إلى أن أصبح عزيزة مصر أحسن فهذه تعطي لكل شخص أنه شوف حياتك اقرأ القصة هذه أحسن وهي فعلا أحسن القصص أحسن ولذلك الذي يصيبه هم يقرأ صورة يوسف نعم الذي يصيبه ظلم يقرأ صورة يوسف الذي يصيبه من الذنوب والمعاص يقرأ صورة يوسف الذي يبتلى يقرأ صورة يوسف حتى اليأس يقرأ صورة يا بنية لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون ولذلك تاينها من الآيات التي حوت هذه الصورة لكن المؤمن حين يتصفح هذه الصورة يجد أمرا عجيبا يعني مقاصد صورة يوسف لها مقاصد عجيبة من مقاصدها يتوحيد الله عز وجل يعني التوكل على الله توحي إلى ربط المؤمن بالله عز وجل يعقوب لما أتوه وقالوا له يعني أن ابنه قتل والآخر منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحق قال هل آمنكم ذكر يعقوب هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ انظر يعني لما يتأمل المؤمن يقرأ هذه الآيات وهذه الصورة المباركة يجد فيها ربط عجيب بين علاقة المؤمن الصادق بالله عز وجل علاقة عقدية أنه يتوكع على الله يعني يسير هذه الأحداث إلى الله عز وجل لأنه يعلم أن الأمور بيد الله عز وجل وأن الفرد بيد الله عز وجل أيضا من مقاصد هذه الصورة أن البلاء كتب على ابن آدم لا محالة فالمؤمن يبتلى بقدر دينه فأشد الناس بلاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل ثم الأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإذا كان فيه قوة شدة في البلاء صلى الله عليه وسلم وإن كان في في قلبه رقة في دينه وابتلية على قدره هذا نعم إذا الشيخ قال ناخذ فاصل غصير وبعدها نكمل المشاهدين كرام فاصل غصير وبعدها نكمل من جديد حياكم الله مشاهدين الكرام في الجزء الثالث من برنامج رقاء الأفراه وعنوان حلقتنا تكلم فيه عن عاقبة الظلم مع إمام مخطيب بزاة الوغاف وأيضا عضو هيئة التدريس الشيخ الدكتور نواف سريحي ومعادرة شكلنا في الجزء الأول والآخر تكلمنا بشكل عام عن الظلم وأيضا خضيرنا بعض الغصص ولعل من أهم هذه الغصص تكلمنا عنها قصة يوسف عليه السلام وأيضا قصة رسول صلى الله عليه وسلم الآن نستكمل أيضا عن عنوان الحلقة شيء نقال وهي عاقبة الظلم الآن نتكلم على هل هناك أنواع أخرى للظلم نعم أنواع للظلم هي كما يقول هل العلم أربعة نعم وقيل أكثر لكن هذه الأنواع أول نوع وهو ظلم العبد لربه سبحانه وتعالى العكس نعم ظلم العبد يعني العبد يظلم يظلم الله عز وجل يقول هذا السؤال ربما الآن الأخوة يظلم كيف يعني يظلم العبد الله عز وجل نقول أن العبد يظلم الله عز وجل بالشرك نعم أنه يشرك بالله عز وجل فقد ظلم الله يعني من أنواع الظلم ظلم العبد أنه يكون يأتي بالعبادة على ما أراد الله عز وجل هذا ظلم في العبادة ظلم في أمر الله عز وجل أيضا من أنواع الظلم في هذا الأمر ظلم العبد لله عز وجل بأنه يبتدع في دين الله عز وجل كثرة البدع في الدين هذا من النواع الظلم شهر قاله بخصوص كثرة البدع هل مقصود فيها كثرة البدع من يؤمن بالله أم من اللي لا يؤمن بالله لا هو الأصل أنه من البدع ما دام في حضيرة الإسلام ما دام في دائرة الإسلام فالبدع تكون في هذه الدائرة لكن لو كان مثلا تقصد دكتورنا خارج الإسلام فهذا كفره بواح صلى الله عليه وسلم ولذلك من أنواع الظلم أيضا ثاني هو ظلم الإنسان لنفسه أنه لا يأتي ما أمر الله عز وجل ربما يظلم نفسه بكثرة الذنوب يأمر نفسه بيعني عدم تربية الأبناء عدم صلة الأرحام عدم بر الوالدين هذا ظلم نفسه عدم الاهتمام بأوامر الله يصلي متى ما شاء يصوم متى ما شاء الناس يصوم رمضانه ويصوم غير رمضانه ولذلك يعني لا يأتي إلى الأمور والفراظ التي أمر الله عز وجل بها مثل الحج ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم الله عز وجل يقول في الحجة القدسي لا يفد يمر على ابن آدم خمس سنوات يمر على ابن آدم خمس سنوات لا يفد إلي إنه لمحروم ولذلك ينبغي للمسلم أن يأتي إلى العمر والحج بين سنة وسنتين حتى لا يكون من المحروم ولذلك المحروم يكون محروم في الرزق محروم في بركة الوقت محروم في الأولاد محروم في المعاش محروم فيه يعني وقس على هذه النموة أيضا من أنواع الظلم ظلم الإنسان للآخرين فيعتدي عليهم ويعني يتلفظ عليهم بألفاظ ربما يظن الظنون ربما ينقل كلام ربما يفتري عليهم في المجالس فهذه من أنواع الظلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولما ما عنده فلوس ما عنده عقار ما عنده أسهم ولذلك قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لا المفلس فينا من يأتي المفلس فينا من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال صيام وقيام صلة أرحام حج وقس على هذه الطاعات ولكن يأتي فقد ظلم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هؤلاء يأخذون من حسناته فإنثني يتحسن يأخذ من سيئاته من صلى الله عليه وسلم ثم يطرح في النار فهذه المصيبة أيضا بعضهم سبحان الله بعض الناس نسى الله الهداية لهم يعني غالبا ما يكون اعتداء وظلم على الضعفاء على الخدم يضربهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله كم نعفو عن القادم سكت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه مرة أخرى يجاء أخرى يا رسول الله كم نعفو عن الخادم ثم أتاه ثالثة يا رسول الله كم نعفو عن الخادم وكأن النبي عليه الصلاة سلم يريد أن يسمع من حوله هذا السؤال فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعفو عنه في اليوم سبعين مرة في اليوم أسألك بالله دكتور كيف نعفو عنه عن الخادم والله سبعين صعبة تعطيه مرة مرتين خلاص بحثهم هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك والله الذي يتأمل حال الخادم هذا ويتفكر فيه قليلا ربما يجس هو في آخر الديوان لكن لما تنظر إليه وهذا أمر محسوس لما تنظر إلى هذا الخادم وهو يقلب هاتفه بعضهم يصق عليه لزل تلفونك أنت لا تعلم ما هذا يرى ربما يرى أولاده ربما يرى أهله ربما يرى أمه فهذا الذي ينظر إلى هذا الجانب الإيماني الأخوة في الله لما ينظر إلى هذا المسلم ليش جاء عندك ليش ترك أهله وقطع الفياث والكيلوات مترات حتى يأتي ليشتغل يأخذ عندك بضع دراهم بضع دنانيق ليش لأنه أتت به الحاجة ولذلك المسلم لابد أن ينظر إلى هذا المنظر ولذلك أيضا من ظلم الإنسان للآخرين ثم نذكر ظلم الإنسان للحيوان ولذلك هذه أنواع أخرى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل فرآه يحد شفرته والذبيح تنظر إليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا حدث شفرتك قبل أن تضجعها هذه أيضا من صورة أيضا من صورة أن النبي عليه الصلاة والسلام صورة في الحيوان وغيرها أو ظلم الإنسان للحيوان أنه سبحان الله لا يجد هذه الرحمة في قلبه وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن إمرأة حبست هرة فلم تطعمها ولم تجعلها تأكل من حشاش الأرض أو من طعام الأرض فدخلت النار شوف هذا أنواع الظلم بعض الناس سبحان الله ظلمه يكون على الحيوان ونسى الله صلى الله عليه وسلم شهن غالي أتذكر بس موقف عن رسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من الظلم موضوع لما كان يبدو رسول صلى الله عليه وسلم منبر وهو صعد المنبر يقول سمع نفس صوت الطفل الذي يبكي حسنت صلى الله عليه وسلم فشيخ رالي نذكر هذه القصة ونقول شنو معناها وعبراك حسنت النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع يعني ليس مرتفع خطب عليه سنوات ثم لما كثر الناس ولا بد أن يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القوم فهي وصنع له جذع آخر أكبر من الأول ولذلك لما نزل النبي عليه وسلم وصعد المنبر الآخر حن ذلك الجذع وصاح كما يقول راو الحديث كحنين الطفل فنزل النبي عليه وسلم من منبره الجديد إلى المنبر القديم ثم ضمه وفي رواية وضع يده عليه ثم قال عليه الصلاة الصحابة يسمعون الآن ويروا ينظرون إلى هذا المشهد فوضع يده عليه وفي رواية ضمه فقال والذي نفسي بيده لو لم أضمه وفي رواية لو لم أضع يدي عليه لسمعتم صوته إلى قيام الساعة هذا يبين لنا ولذلك يقول أحدهم جذع يحن على النبي عليه الصلاة والسلام أليس أولى نحن أن نحن على النبي عليه الصلاة والسلام والشوق إليه ولذلك يبين هذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون معجزة الجذع والنبي عليه الصلاة والسلام يعني غيرها من الصور يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف شجرا كان يسلم علي قبل البعثة في مكة يقول والله إني والذي نفسي بيده إني لأعلم شجرا كانت تسلم علي قبل أن أبعه هذا يعني يدلنا على أن هذه الجمادات تشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتحن إلى الشوق والحنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام جذع يشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق والله من هذه الحالة شيء غالب من خلال أيضا الأنواع التي ذكرتها الآن بقينا دقيقة على الفاصل هل هناك أنواع أخرى أم لا خلاص إذن مشاهدنا الكرام فاصل قصير وقال عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب ومن حديث معاذ رضي الله عنه قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أدي الأمانة والخيانة فاجتنب وعد ولا تظلم يطيب المسكب واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب وقال ابن الوردي رحمه الله إياك من عصف الأنام وظلمهم واحذر من الدعوات في الأسحار من جديد حياكم الله ومشاهدين الكرام أهلا مرحبا فيكم الساعة مباركة تابعونا عبر شاشة إدرا إذن شيخ مقالي الآن وصلنا في الجزء الأخير من برنامج لغاء الأترا ومثل ما تعرف أن أنواع حلقتنا تكلم فيه عن عاقبة الظلم تكلمنا عن الأنواع تكلمنا عن الصور وأيضا تكلمنا عن مواقف رسول الله عليه وسلم وبعد قصص الأنبياء الآن شيخ مقالي بنوصف الختام وهو عاقبة الظلم لا شك أن كل شيء عاقبة ولكن الظلم عاقبتها تختلف عن أي أمر آخر لا شك أن من أعظم عاقبة الظلم من أنواعها ومن أشدها هي الظلم أن يكون المؤمن أو المسلم يشرك بالله هذه من أنواع الظلم ولذلك كما ذكرنا من أنواع الظلم ظلم الإنسان لربه وهو الشرك بالله ولذلك هذا الدليل قول الله عز وجل في قصة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فسماه ظلم عظيم والذي يعني يتفكر قليلا في الشرك وأنواعه أو في الظلم عفوا وأنواعه يتبين أن عاقبة الظلم إلى نار جهنم ونسى الله سلامه والعافية ولذلك يقول الله عز وجل إن الله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليهديهم إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله في آخر سورة النساء ليهديهم طريق إلا طريق جهنم فالله عز وجل لا يسلك أو لا يعطي هؤلاء الطريق الصحيح المستقيم إلا طريق واحد هو طريق جهنم نسى الله سلامه والعافية ولذلك المؤمن إذا تمعن قليلا في هذه في هذا الموضوع وهو الظلم وأنواع يتبين له أمر معين ألا وهو مهما كثر من الطاعات وتنوع بالعبادات والتقرب إلى رب البريات فإذا وقع منه الظلم فإنه يعلم علم اليقيم أن الله عز وجل واضب عليه لأنه ظالم للعباد كل أمر بينك وبين الله عز وجل فالله يغفرها لك الله عز وجل يغفر بينك وبينه يغفر الله عز وجل أنا أوصل للسؤال هذا هل الظلم توبة؟ ولكن أريد أن نخليه شوي الآن هناك بعض أشخاص تقول يا فلان أنت ظلمت وهو موقع أنه هو لا أنا ماذا هل هناك مثلا ملامح معين للظلم؟ هل هناك أن الشخص تقول له هذه خطواتك تدل على أنك أنت إنسان ظالم؟ هل هناك ملامح للظلم؟ هي ليست ملامح إنما تكون علامات صريحة واضحة للظلم لو قلنا مثلا ضرب الناس اعتداء عن الناس هذا ظلم أكل أموال اليتامة هذا ظلم عقوق الوالدين هذا ظلم أمور مواضحة دكتور أمور مكشوفة للكل يعني العالم والجاهل يعلم هذا يعلم أن هذا ظلم يعلم أن هذا ليس بظلم يعني المتعلم والغير المتعلم يعلم هذه الأنواع ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل مقتنع هو بهذا الأمر أو لا؟ يعني الآن لو واحد فعل الأمر هو اقتناع في نفسه أن هذا ليس بظلم و أنت تبدو أن تتوضح و أنت تقول هذا الأمر و قال الله عز وجل و هذا حديث و هذا قول أهل السابق يقول لا في نفسي أن هذا ليس ظلم هذا هو اتباع الهواء هذا هو اتباع هذا يعتبر واحد من أنواع الظلم الإنسان لنفسه لنفسه و يدخل أيضا ظلم الإنسان للناس للناس أنه يظلم الناس و لذلك يعني إذا تمأن المسلم في عاقبة الظلم نهاية الظلم الآن يا دكتور حنا كمنا بنعيش ثلاثين أربعين سنة خمسين سنة و لذلك يقول جاء في الأثر إن رجل قد بلغه الله ستين سنة فقد أنذره الله يعني الواحد لما يوصل ستين لما يوصل ستين لا تستعنى اشترى هذا النذر خلاص وصلك ستين فقد أعذرك الله شلي بعدها بالعامية نقول شلي بعدها وصلت ستين شلي بعدها ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي بين الستين والسبنين و قليل ما يتجاوز هذا الأمر لذلك المسلم إذا تمأ في هذه الأمور و علم أن يعني شنو بعد الظلم الآن ظلمنا نسى الله السلام العافية ظلم الشخص هذا ظلم جل الناس و ظلم خدمه و ظلم أبناء و ظلم أهله و أمه و أبوه بعدها شنو مآله مآله أمور أول هذه النهايات يكون يعني خاتمة سيئة نسى الله السلامة والعافية يعني ربما يموت على معصية ربما يموت في أماكن لا يحبه الله عز وجل تكون مشاكل داخلية أسرية أحسنت و غيرها أيضا دكتور يوم القيامة يكون عقابه شديد أمام الله عز وجل لأن الله عز وجل يغفر الله عز وجل للذنوب والمعاصي والخطايا و الزلد لكن بينك وبين الناس لا يغتصون منك يعني يوم القيامة ربما تريد حسنة واحدة أن تدخل الجنة حسنة واحدة و يأتي شخص ظلمت في الدنيا أنت بحسنة يأتي شخص يأخذ منك مئة حسنة الله عز وجل فهذه المصيبة ولذلك في أمور الذي يتمعن فيها قليلا المسلم و يتفكر فيها قليلا يعلم أن مآل الظالمين إلى النار نسى الله السلامة و العافية و ما ربك بظلام للعبيد ذلك بما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير ولذلك المؤمن إذا يتمعن قليلا في هذه الأمور و أن نهاية الظالم إلى النار يعني ربما نقول الآن اللي ما يذاكر مآلة راصلة صحيح اللي ما يداهم في الوزارة مآلة الفصل شنو حال الموظف الطالب الاجتهاد احسن دك هذا ما يغيب وهذا شنو يذاكر ولذلك هذا هي مآل الآخر مآلك الآخر كلنا نريد الجنة فردوس الأعلى لكن الظالم طريقه إلى النار و مع ذلك هو في قراءة نفسي لا أنا إلى الجنة وهذا يسمونه التمني لا أعمل بس أتمنى التمنى وهذا التمني هذا في الشرع مذموم ولذلك حال المؤمن في هذه الحياة الدنيا لابد له أن يصحح هذا الأمر وهو عدم الخوض في هذا الجانب الخوض في الظلم والظالمين ظلم الناس ظلم العباد ظلم الخدم ظلم الأولاد ظلم وقس على ذلك كما شئت حتى أحياناً بعض المشاكل التي تحصل في السير السيارات أو يصير فيه أيضاً شخص فيها ظلم كبير يعني فيه اللي يوقفون مواقف المعاقية هذا مصير صحيح يعني هم هذا يعتبر أن مواقف ظلم شيء ما قالي أحسنت هذا التعدي على حقوق الذوي الاحتياجات الخاصة لذلك سبحان الله فيه كلمة أو عبارة جميلة إذا أردت أن تأخذ موقفي فأخذ إعاقتي فهذه كلمة المؤثرة حين لكن هذه الكلمة تريد قلب تبيح ساس من اللي يحز تبيح ساس شيء ما قال الآن وصلنا للختام والله يتذكرها هذه الحلقة الميزة الرائعة نبي كلمتك الأخيرة الكلمة الأخيرة أسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يبعدنا وإياكم والمشاهدين الكرام عن الظلم وأنواعه وأن يحببنا بالطاعة وأنواعها والشكر موصول لك لك يا سالم والأخوة القائمين على هذا البرنامج وأسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا وإياكم للطاعات ويجنبنا الدنوب والمعاصي والسيئات شكر لك شيخ الغالي شكر لإمام مخطي بزارة الغاف وأيضا عضو هيئة تدريس منتدب في كلية تربية أساسية الدكتور نواف سريحي والشكر أيضا وصول لكم سادتنا مشاهدين على حس مستماعكم وأيضا مشاهدتكم لنا أسأل الله عظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويبعد عنا الظلم ويبعد عنا كل من يؤذي بعضنا اللهم أحفظ الكويت من كل مكروه ودي معناه نعمة الأمن والأمان مع السلامة ترجمة نانسي قنقر